السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جوجل واخيرا نعنت عن جهاز المتوسط جوجل 4A قبل ما تكتب اي شي وقبل ما تتوقع وادر بيك انه انت دعا شفت المواصفات راح تكون فيها منزعك لكن هي جوجل تفكرت بهذا الموضوع لانه اصلا جوجل تتعاني من مسألة انه توفر هاردوير قوي مقابل تنافس الشركات الثانية نعم هي تمتلك النظام الخاص ونعم هي ايضا تبيع هذا النظام الخاص كل الشركات اللي تعمل مع النظام الاندرويد ولكن نفس الوقت على جهزتها ما قاعد تقدر تسوفت شي مغاير فسوتنا هذا الجهاز وانطتنا هذه المواصفات حتى هي تكون نفس فكرة ابل لما سوت الجهاز الاس اي لكن هنانا جوجل شوية احترمت عقول المستخدمين نوعا ما ممثل الجماعة سوت لهم جهاز تجميع وخلت لهم معالج قوي وخلص خبصتنا بي هنانا جوجل ايضا خلت فد يعني نوعا ما خلي نقول انه شوية بعض المواصفات اللي تتميز بيها مع النظام الخاص فبدايتا كشكل اواشي مثلا لاحظت من الشكل الشاشة الامامي القطع الموجود بالامام او حتى الكاميرا المنفردة اللي موجودة بالمربع الخلفي مع التصميم البلاستيكي نعم كجهاز متوسط وايضا كسعر متوسط من بين الاجهزة موجودة بالولايات المتحدة امريكية وحتى اوروبا لان هذا الاجزة عامة نحن ما توصل لنا حالة حالة لزة البقية فبالتالي هنانا الشركة اواش شطتنا شاشة النوع الالد وهذا الشيء مميز لكن شاشة صغيرة 5.81 انج الدقة الفول ايش دي واكثر من 400 بيكسل راح تكون هي كثيرة بيكسلات على الشاشة ولكن الكاميرا الخلفية راح تكون هي 12 ميجا بيكسل ديفولت اف 1.7 وهذا الشيء ممكن حيكون مزعد لنحن نشوف حتى كاميرات زون نشوف اربعة وخمسة وستس كاميرات ولكن بما انها هي تمتلك نظام خاص مثل شركة ابل فراح تتحكم لمسألة الكاميرات الخلفية فبهذه الكاميرا الوحيدة 12 ميجا بيكسل راح تحصل كل المواصفات والفيتشيرز اللي موجودة مع الكاميرات الثانية فبداية من مثلا النايت مود التوب شوت وايضا البورس مود البورتريت مود كل هن هذني موجودات في كاميرا واحدة بفضل وجود خارز مية بالنظام الخام اما الكاميرا ما مية ثمانية ميجا بيكسل ايضا راح تقدم لك مواصفات حلوة ونضيف على ذن الكاميرتين راح يكون موجود عندنا او تثبيت البصري وهذا الشيء جدا مميز في مسأة تصوير الفيديو سواء بالكاميرا الخلفية او حتى بالعزة الامامية الوحيدة ايضا الانتقال لمسأة البصمة والتصميم البلاستيك الخلفي فالبصمة صارت ليورا للأسف شوي هذا نوعا ما يعني تقليل من الناحية التكلفة وضافتنا معامل 730 جي نعم معارض من كوالكوم 8 نال متر لكن مينافس معالجات الموجودة يعني حاليا 765 جي او حتى النسخة العادية شركات الصينية قامت نزلها باسعار خيالية فبالتالي هنا جوجل بيكسل ايضا ما فكرت على الأقل النوع شوية تطورنا من المعالج حطتنا مسأة الذاكرة شوية ايضا 6 جيجا والنوعا تخزين 128 جيجا بايت راح يكون ايضا او حتى الرامات اللي هي ايضا الUFS 2.1 ناحية التخزين معدنا الاسد كارت ولكن خلت شيء مميز حتى تجد المستخدم ومحبين جوجل بيكسل بوضع منفذ السماعات موجود البطارية 3140 تقريبا بطارية غير كافية على شاشة نعم هي صحيح شاشة OLED ولكن هي تتميز بمسألة شاشة صغيرة فالبطارية ستكون كافية على الأقل تمشيك نص يوم او 3 او 4 اليوم ايضا ما ننسى انه شاحن السريع ما زال 18 واط اللي هو صار الدفول او الافتراضي بكل التليفونات نبدعنا مثل السبيكر ايضا سنجل سبيكر فقط ما عنده ستيريو سبيكر فهو جهاز متوسط بالامنة يعني بالفترة بالمحصلة هو جهاز متوسط حال حال فقرة أبول ولكن على الأقل احترمت عقوب المستخدمين او شوية من نوع من التصليم كالبانش هول الموجود عليه ثالثار الشاشة وحتى الكاميرا الخلفية فبرأيه الشخصي جهاز منافس من بين أجزة اللي موجوده ولاية المتحدة الأمريكية وايضا سعر 350 دولار لهذه النسخة سعر مميز نوعا ما يعني ممكن لو شركة ثانية هذه المواصفات ممكن تنزلها أرخص يعني شركات صينية ممكن حتى 150 دولار أو 200 دولار أو حتى 250 دولار مع شاشة الأولد لأن شاشة الأولد تكون مكلفة فبالنها يعني هذا رأيه الشخصي جهاز مميز لكن يفتقر إلى مسألة إنه شاشة صغيرة بطارية صغيرة وجود الكاميرا الوحدة نعم نوعا ما هي تكون مميزة نوعا ما أكيد يعني ولكن بعض المستخدمين يدور كاميرات منفردة كالالترا وايد أو كاميرات حتى التليفوتو منها هذا رأيه الشخصي تركنا رأيك هل هو منافس أو لا ما أنا معتمر منافس تحياتيكم كان معكم مختاعة عراقين غنات مختاعة ترجمة نانسي قنقر